واستشهدوا شهيدين من رجالكم واطلبوا شهادة رجلين مسلمين بالغين عاقلين من أهل العدالة ولكن هل يكون الإشهاد على العقود للوجوب أم للندب والاستحسان يكون الإشهاد على العقود على وجه الندب لحفظ الحقوق إلا في حالة واحدة أن يكون المتصرف في العقود ولي لصغير أو يتيم أو ضعيف وفي هذه الحالة يكون الإشهاد على وجه الوجوب وشهادة العبد مقبولة كشهادة الحر إن توفرت الشروط أما شهادة الكفار فغير مقبولة لأنهم ليسوا منا وليسوا عدولا ولماذا أتى الحق سبحانه وتعالى في الآية الكريمة بلظ شهيدين ولم يأتي بلظ شاهدين وذلك لأن شهيدين صيغت مبالغة من الشهادة أي تقررت منهم الشهادة وأصبحوا معروفين بين الناس بالعدل والأمانة وقوة الحفظ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فإن لم يوجد رجلين فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ممن ترضون شهادتهم وقبل أن تسأل أنت لماذا شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين أجيبوا عليه المجتمع مكون من الذكر والأنثى وكل منهما مكلف بتكاليف محددة ومسؤوليات لا يقوم بها الطرف الآخر فإن كان الأمر كذلك فلابد من تفاوت في المقومات والخصائص يمتاز الرجل عن المرأة بقوة الحفظ للعمليات الحسابية ودعونا نكون منصفين كم عدد الرجال بالنسبة للنساء في إدارة الأعمال التجارية أو رئاسة البنك المركزي وتأمل جيدا لا تقبل شهادة الرجل الواحد أو المرأة الواحدة في الحقوق المالية بل يقبل من المرأة ما هو أعظم من الشهادة في الحقوق المالية فيقبل منها النقل والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل من المرأة شهادتها فيما هو أخطر من الشهادة في الحقوق المالية فتقبل شهادتها في حالة الولادة والحيض والعدة والنسب لم يظلم للإسلام المرأة المسلمة أبدا وأعطاها من الحقوق ما لم يعطي الرجال فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ممن ترضون شهادتهم حتى إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى فإذا كان الشاهد أو الشاهدة يخاف من النسيان واجب عليهما أن يكتب الشهادة لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أو على الشهداء أي يجيب من دعاهم إلى الشهادة لأن انتناء الشهود عن الشهادة قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وظلم الناس